السلام عليكم اخوتي و اخواتي و مرحبا بكم في صفات رشيد العماري اليوم هي البنات غاد نحضر واحد جاج في الفران كي طيب واحد طريقة غاد جيكم غريبة ولكن صدقوني مني غاد جربوها ما غاد تصغنوش عليها و طيب بضانون ديال فانيلا كي جي رائع كي يجي زوين بما داق مغاير غاد تكتشفوه اول مرة اه صراحة انا كنت حضرته يعني بضانون مستوس و ما كانش عندي قلت نجرب هاد دانون فانيلا نشوف كي غايجي الطعم ولكن ما نقولش لكم اخوتي جواح طعم غزل 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 و مع البطاطا يعني بالاعشاب و غن تكتشفو الطريقة و المقادر ديال هاد طبق لي كي جي رائع و زوين و في المتناول و بدون تعقيدات غن خليكم تكتشفو الوصفة والمقادر فرجة ممتعة و مرحبا بالناس اللي تحقوا بالقناة و كنشكر للا الاصدقاء ديالي لي كيتفعلوا دائما مع الفيديوهات ديالي لهلي خطيهم و رمضان مبارك كريم عليهم اجمعين يا رب العالمي ديالتجاج على حسب شحال ما بغيتو انا هنا خديت جوج رجيلات ديالتجاج خديتهم و عملتهم في الماء و خليتهم حتى اغلت فيه باش نتفادئ انهم يتحيد من هم ذيك الرائحة الغير مرغوب فيها و يتحيد من هم ذيك زفورية يعني انا الزوج ديالي كي يعيفن هاد الريحة ديالتجاج موهم كتتتلقوه كتتلقوه حتى كتطلع فيه الغالية و كتصفيوه و من بعد باش نمرون التوابيل بالنسبة للتوابيل كتاخدو هنيا عندي الزنجبيل بودرة اولا يمكن لكم تديرو حتى الزنجبيل الطريلة عندكم كتعملو الزعفران اول الخرقم كتعملو الفلفل اسود اول البزار كتعملو بابريكا و كتعملو الملح و التومة و كتعملو الحامض من بعد كنعملو زيت الزيتون و كنعملو اه واحد اه ثلاثة احت الاربعات المعالق ديال دانون ديال الفانيلا اولا يمكن لكم ان ما عندكم ش ديرو دانون مسوس او لطابعي هانتم هنا اخوتي هادا دانون د الفانيلا ها هو المهم اخوتي اه كتاخدو واحد الاناء و غاد ننفرغ في هادا المكوينات اللي غادن اللي شتوها دابا اه كتديرو زيت زيتون قيز ديالكم شحال ما بغيتو كتاخدو زيت زيتون كتحطوها في هادا الاناء من بعد غاندير توابيل غاد ندير دانون هادا دانون فانيلا را ما كيعطيش هادا كتعم يعني كيجي واحد طعم مغاير غاد تجربوها اخوتي انتم ما غاد تكتشفوه المهم هنا كتعملو شحال ما بغيتو هانا غاد نعمل تومة ومن بعد غانعمل زنجبيل الى كان عندكم الزنجبيل الاخضر يكون احسن باش كيعطيكم الطعم احسن و احسن الى ما كانش تستعملو هادا العادي من بعد كتعملو الفلفل الاسواد و كتعملو اه الزعفران او الخرقوم و كتعملو اه هذا البابريكا ومن بعد الملح الملح القيس ديالكم شحال ما بغيتو من بعد كتعملو العاصر ديال الحامض حامضة معصرة او لنص حامضة هاي يتعصرها مزيان كتحيدو من هاداك اه اه الاعظام سافي من بعد اخوتي كما كتشوفو يمكن لكم تدروا الحار يمكن لكم تدروا اللي اعجبكم لكم الختيانتم و او لحسب دوقكم و او لحسب اللي بغيتو من بعد البنات اه غاد ننخلط هاد مكوينت غنخلطهم غبيدي اه احت غنساجمو ومن بعد غنناخد هاداك الدجاج اللي اللي فلحتو اه غاد نعمل في هاد ترقيدة هادي وغنخليه يترقد المدة الكافية قدمه يترققت قدمة خسامي وهد percentage من فلما عليانينه يمكن تحوول هذا نهج بعينه ث dó panic Woo Beats اخوتي و ضيف هاد اي ا اه باااا اكلي الجابل اه من بعد قد اخوتيób مازال تسويه وباااااااااااا ا PATRY ويكتباب ihnen اضعوا في الفخات الجاج و تدخلوا في جناب في جناب في جناب تدخلوا فيها نخذ نفس الطريقة و نجعلهم يترقدوا لمدة الكافية قدمة نجعلهم في الصباح و نجعلهم و يجي طعم غزل و يجي طعم غزل و يجي طعم جاج مغاير و يجعل الحار و يجعل أي شيء يضيف و نجعلهم يترقدوا و نسكله و نجعلهم يسكل الوقت الكافي و نجعلهم يأكل الوقت و نقطع البطاطا و نشرمها و ننجعلها الجانبا و نقوم باستخدما و نجعلها و نضيفه و ان شاء الله نستضيعه بالتحكيم لأنك أكثر من النظاف و لكن يجعلهم ايضا اختي بحالها كما تشوفوا سوف نتركوا و نمر باش نعمل البطاطا بالنسبة للبطاطا تأخذوها تقطعوها مكعبات او للي حسب اللي بغيتو عملت فيها تايا شوية ديال ضانون وعملت فيها الاعشاب نفس الاعشاب اللي عملت والقوام يعني البابريكا وزيت الزيتون و قدرت شوية الزعفران وعملت الملح و الفلفول اسود ويعني يقاع هاداك العطرية اللي عملت في الجج عملت يحتف يعني في البطاطا سافيها هو الجج ديالي مبعد غلنا اخذ هاد البطاطا ونعملها مع الجج سافي ونخليها تطيب في الفرن اللي كيكون ساخن حتى كتتتحمر وطيب ومبعد ما كتتقرب طيب ديلو للي شوية زبدة للجج باش كي يزيد يتحمر وهذا هو القوام ديال الجج ديالنا اللي كي يجي رائع وغاية في الروعة والمادق ما نقولش لكم هانتوما يعني كي يجي واحد المرقة دياله وغزالة وزوينة والديدة والبطاطا هي كي تجي من السمة بالاعشاب وبالتوابل وان شاء الله تجربوها وتحضروها في شهر رمضان لولداتكم والاعز الناس عندكم شكرا للمتابعة ديالكم وشكرا لدعمكم وشكرا للتعليقات ديالكم لدائما كيفرحوني للي خطيكم عليها وان شاء الله نكون دائما عند حسن الظن ديالكم وكون هاتشي اللي كنقدم لكم منا رضاكم من الاعجاب ديالكم هذا هو الطبق ديالنا وان شاء الله تجربوه وانتسلنا التعاليق ديالكم ومرحبا بكم وكنحيق على الاصدقاء ديالي سواء العائلة الصغيرة والكبيرة تحية لهم ورمضان مبارك كريم عليكم اجمعين وبصحتكم ورحتكم والى فيديو قادم بحول الله مع وصفات سهلة ومبسطة اشتركوا في القناة